إبراهيم النقعي هو مد كميدة تابعين في علمي قلوس الدولان جري وهو عالم وين ولكل ميقار كميدة الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو علمي كبّحين جري وفردي هو أحد مقالته وين كوفا وعنكو أحد إن علمي قلوته دغتر إبراهيم أما إما إبراهيم النقعي وهو لحرقاته فربضاً وكتابه علمي قوميري حرقاته سو حكمدها أرضي فريده وللي جري حماد ابن أبي سليمان حماد وحكمدها حرقاته كون وفرعون وعلميه في كتبتك آخرسته نتابعي قوين إبراهيم النقعي معلم مالما كميدة أيو حماد يميد قوليه شيخيه أما معلنكيه إبراهيم النقعي يصقروا إنه سلامه صان بغضه مركيه بغضيه وبريريه وسلامه كدب شيخه معلنكيه إبراهيم النقعي وحماد إنه سوءه سيو جسو إبيه وحماد حماد سيدك ديه أيو أقبالي عدسك معلنكيه وحونا أهد السوءه سيو سوء إبيه ودالبدي شيخيه سال معلنكيه مركيه هلبك سوء إبيه وصوكه صلاة وحماد إنه سوء إبيه وكتاب علمه عبيه مركيه وحماد إنه سوء يميد إبراهيم النقعي السيقعي أنا أوضع أو هلب كان أوضع كدب حماد دنبيشة يوصقاتي وحبنكيه شيخيه سيئة ومعنكيه أو هلبك يقدر صليم بعد أن أسمى كدب نارسة كدب مددار كدب وحاق أعلمكيه إبراهيم النقعي كدب علماتي مجاله أيها الفريستي وكتاب أكثر سوف أكثر بمكتاب سيئة وكتاب كدب يناس في المنطقة كدب أكثر إن حماد بن أبي سليمان ومدينيهي كرسيه سوء فريسته مجاله سيئة الشيخيه المكبحيه وخيرا يتحدث ان شخصنا على مضى الحماد لكي يتحدث عن عجب الصور ، يوم من الماضي وخيرا يتحدث إنها سورة حماد والسعره يتحدث من العلمات عدى قصيرت على الخير وخيرا الصور لها وكيف اجرتهم علمات مخالصات فقط أمان مؤخراً للمياه ويصبح صحيح أمان ويصبح صحيح أمان لأنني أتفقد أمان في المؤكد لكن الأمر نتعلم على الأساس والأماد أخوانت العلمي أن أماني أتفقد أستمرت أحترامي وأنه لم يتمكن وعندما أشياء ونحن أنه أبداً بأنه يحصل على النبي مختلفة وقرأناه وقرأناه الشيء سدعي أنه نعطي للمعلمين والعلمين وقرأنا الحماد وقرأناه إنه شيء أو معاني إمام أبي حنيفة وقرأناه أفرط المسلمين مرجعهم أمام أبي حنيفة لا أعلمين سيقوم به لكنه هو مخصوق وحمد بن أبي سليمان ويعطيه ذلك ما يوجده في هذه المعالية سلح الله في هذا الحمد من خلال جدا وعلم تجميل معلمات الإحترام والعتقدة تباعد في هذا المصيح أن تكون عندما يتجل تعليم المعلمين يتحقق من سومالي وعندما يتحدث في التعامل ويحترام المعلمين ولكن ستنقل من أن تكون بالمدانة والمدانة فيها مما جاءت صمالية وعندما تتحدث في الناس وعندما نتحدث في المعلمين ويحبث في احترام وعندما يتحدث في الناس